لدى استقبال سموه لعدد من المسؤولين أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمانة الخليفة رئيس الوزراء أهمية المزيد من التوافق والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان أن تجد القوانين والتشريعات طريقها لسرعة الإقرار والتنفيذ ومن بينها قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وقانون الإجارات وقانون التطوير العقاري وقانون المرور وأشار سموه لأن البيئة الاستثمارية وتحقيق المزيد من معدلات نمو الاقتصادي التي تعكف عليها الحكومة بالإضافة لحرصها على تعزيز الحريات والديمقراطية وضمان البيئة التي تنمي ذلك يتطلب سرعة إقرار القوانين المتصلة بها وهذا لا يكون إلا بالمزيد من التعاون الحكومي البرلماني هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من كبار المسؤولين بالمملكة بحضور معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من النواب وخلال اللقاء شدد سموه على أن الوطن والمواطن ولا غيرهما على رأس الاهتمامات الحكومية وأن من يريد أن يثري العمل الوطني فإن الأبواب مفتوحة أمامه ونرحب بأي أمر يدعم الخطة الثابتة نحو النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي والتطور الديمقراطي لافتا سموه إلى ضرورة أن تكون الديمقراطية الإطار الذي يحمي الوطن ويمنع عنه التدخلات الخارجية لأن تكون العكس من ذلك باستغلال البعض لها لتنفيذ أجندات خاصة وأعرب سمو رئيس الوزراء عن الاعتزاز بالمواقف الوطنية لشعب البحرين على مر التاريخ والتي تشكل نقاط مضيئة في تاريخ البحرين وحاضرها وقال سموه لا نضيق بمن يوجه الآلة الإعلامية ضد البحرين فنحن أعلم بما تحقق في البحرين من تطورات لا ينكرها إلا جاحد ولكننا نتطلع من الإعلام الوطني القيام بدوره في تفنيد هذه الأكاذيب وإظهار زيفها للرأي العام العالمي إلى ذلك فقد أكد سموه أن الخدمات الصحية والعلاجية بمملكة البحرين قد قطعت أشواطا كبيرة ويجب المحافظة على هذه المستويات والعمل على تنفيذية والتشرعية لتحقيق ذلك